ضم إلينا ناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم سيد إبراهيم أهلا وسهلا بك معي على العربية في نشرة الرابعة بداية أي دور تقوم به السلطة الفلسطينية والحكومة الآن فيما يتعلق بالهدنة في القطاع والصفقة صفقة تبادل الأسرة والمساجين أيضا الفلسطيني الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والضحية تمارس كل ما من شأنه أن يحول دون تمكين هذا العدو الذي يمارس كل فضاعات الإبادة من عمليات القتل والتهجير القصري وقصف المستشفيات وخنق الأطفال الخدج وضرب مراكز الواء كل ما يمكن أن تقوم به الضحية تمارس اليوم لكي توقف هذه الحرب من خلال التواصل مع الأشقاء والأصدقاء والسلطة لا زالت تنتظر ما يمكن أن يقوم به الأشقاء من أدوار ومن إجراءات تنفذ على الأقل ما صدر من قرارات عن القمة العربية الإسلامية ولسيما البند الثالث من تلك القمة الذي تحدث عن الكسر الفوري للحصار عن شعبنا في قطاع غزة وإدخال المساعدات الغذائية والمواد التموينية كذلك اللجوء إلى مجلس الأمن الذي تعثرت فيه القرارات بسطوة الفيتو للولايات المتحدة الحكومة العالمية المجتمع الدولي مجلس الأمن عاجز حتى الآن عن الوفاء بالتزامات اهتجاه القانون الدولي الإنساني لحماية الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع من هذه الحرب التي تستهدف البشر والحجر والسكن وتستهدف كل عناصر الحياة في عملية إبادة جماعية وإعدام علني ومارس على الهواء المطلوب من جميع الدول الصديقة والشقيقة أن تساند الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية الصعبة التي تنفرد فيه إسرائيل وينفرد فيه الجناء في ارتكاب الفضائع بحق الشعب الفلسطيني دون أدنى التفاتة للقوانين الدولية أو القانون الدولي الإنساني أو أي شرعة دولية يمكن أن تلجم شهوة القتل التي تستبد بقادة المؤسسة العسكرية في إسرائيل هل لديكم أي دور الآن فيما يتعلق بالصفقة في صفقة التبادل الأسرى والمساجين الفلسطينيين؟ الأسرى الفلسطينيين لهم وزارة تعنى بشؤونهم وهي تقوم بكل ما من شأنه لضمان ترتيب خروجهم من مدافن الأحياء وكذلك ما يجري من عمليات لإخراج المحتجزين وكل ما يجري من إجراءات لإخراج المعتقلين الفلسطينيين يجري بالتواصل والتفاهم والتنسيق بين وزارة الأسرى وكافة الجهات الفصائل والقوى الوطنية التي لم تكن في أي وقت من الأوقات موحدة مثل ما هي موحدة بالدم الدم يوحد الشعب الفلسطيني اليوم ولا خلاف بين فصيل وآخر ولا خلاف بين أي طيف من أطياف الألوان الطيف الوطني الفلسطيني طالما نحن نخوض في هذه اللحظات الحارجة من التاريخ الوطني الفلسطيني واحدة من أكثر التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني والمتمثلة بحرب الإبادة ونتطلع لأبيض السجون من أثناء المنتقلين الذين كشف المفرج عنهم عن فضائع ارتكبها أنا أريد الحصول على بعض المعلومات أريد أن أكسب الوقت معك سيد الباهم كان لديك شيء منها بما يتعلق ببعض التساؤلات التي طرحت على بعض الأسماء الذين تم الإشارة لهم مثل عهد التميمي التي اعتقلت في 2001 في قرية النبي صالح في الضفة الغربية لديكم أي معلومات كان بالفعل سيتم الإفراج عنها أم لا ليس لدي أي معلومات ولكن ما لدينا من معلومات متوفرة لدى وزارة الأسرة التي تتابع كل صغيرة وكبيرة تعنى بشؤون الأسرة القدامة أو أولئك الذين تم اعتقالهم خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة والذين فاق عددهم عن أكثر من أربعة آلاف أسير وأسيرة معظمهم من الأطفال والنساء سيتم الإفراج عنهم ونحن على يقين بأن إسرائيل ستخضع للإفراج عن جميع المعتقلين في المعتقلات الإسرائيلية وألنا اليوم الذي نرى فيه جميع أبنائنا المعتقلين من كافة ألوان الطيف الوطني وقد تنسموا عبق الحرية هذا اليوم ليس بعيدا قمعي سيد إبراهيم مصدر الأمريكي كان قد نقل على المسؤولين بأن الإدارة الأمريكية بما في ذلك الرئيس جو بايدن أبلغ التلبي بضرورة تجنب التهجير المزيد من السكان أثناء قيامها بعمليات عسكرية في جنوب غزة أعود إلى ضيفي من رام الله ناطق باسم الحكومة الفلسطينية باهم الحم يعني ما الدور الذي تقومون به الآن أنتم في الحكومة في السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بمواجهة سيناريو تهجير الفلسطينيين من القطع أخي خالد أنت كمن يسأل الضحية ما الذي تفعله والضحية وهي تواجه غطرسة القوة سيد برايم تجري الآن الكثير من المشاورات ووجع معاناتها وآلامها وعمليات القصف اليومية ما الذي يمكن أن تفعله الضحية غير الثبات وغير الصمود وغير الإصرار على رفض التهجير ورفض أي سيناريوهات يمكن أن تنال من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره أو أي سيناريوهات تتعلق بالوصاية المزعومة على قطاع غزة غزة قطعة من الأرض الفلسطينية مثلها مثل مدينة القدس والضفة الغربية ولا يمكن السماح لأي كان بالعبث بالأراضي الفلسطينية أو اكتطاعها أو كما تحدث السيد الرئيس بالقبول بأي حلول مجتزئة أو أي وصاية أيا كانت أو أي إدارة ترى إسرائيل بأنها تريد أن تفصلها في قطاع غزة على مقاسها لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يقبل بأي حلول مجتزئة المخرج الوحيد هو فقط إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمة القدس ومنح الشعب الفلسطيني حرية وإنهاء الاحتلال هذا هو السيناريو الوحيد القابل للتطبيق وأي سيناريوهات أخرى هي ليست أكثر من أضغاث أحلام وقبض ريح أعذرني سيد إبراهيم عندما سألتك فيما يتعلق بمستقبل القطاع سألتك لأن الكثير الآن من المشاورات والمداولات والرحلات المكية تجري فيما يتعلق بتمديد الهدنة في الحديث عن وقف لإطلاق النار يمهد لعملية سياسية في تساؤلات كثيرة تطرح يعني غربيا أوربيا وأمريكيا وكذلك عربيا عن مستقبل القطاع ما الذي سيحدث في اليوم التالي وهل من دور متوقع للسلطة الفلسطينية فأنا أسألك إن كانت هناك تجري أي مشاورات أي اتصالات مع السلطة الفلسطينية للإجابة على كل هذه التساؤلات هذا هدفي من هذا السؤال سيد إبراهيم صحيح السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هي صاحبة الولاية القانونية على الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الشتات السلطة الوطنية ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني وهذا لا يعني بأن بقية الأطراف أو القوى الوطنية ليست شريكة وليست هي ضمن منظمة التحرير كل ألوان الطيف الوطني بما فيها الجهاد وحماس وكل ألوان الطيف الوطني هي من النسيج الوطني للشعب الفلسطيني وهي قوة وطنية ضمن النسيج الوطني للشعب الفلسطيني ولا يمكن السماح لإسرائيل بأن تفرق بين الفلسطيني الطيب والفلسطيني غير الطيب بين الفلسطيني الجيد والفلسطيني غير الجيد هذه اللعبة عرفناها وخبرناها. ولا يمكن التعاطي معها. لا الشعب الفلسطيني في الداخل ولا في الخارج. ولا جميع الفصائل بكافة ألوانها. لا يمكن أن تتعاطى مع هذه الأشكال من التفريق بين فئات الشعب الفلسطيني. الحرب اليوم هي على الشعب الفلسطيني بأكمله. والمواجهة التي نواجهها نحن جميعا. الشعب الفلسطيني في خندق واحد. وكل السيناريوهات التي تتحدث عن ما اليوم التالي لغزة. عليها أن تتحدث عن اليوم التالي لإنهاء الاحتلال. بدل أن تتحدث عن أيام لن تحصل. هي تتحدث عن أمنيات. كل الذين يتحدثون عن اليوم التالي لبسط السيطرة الاحتلال على قطاع غزة. هم يستبطنون الأمنيات. لا يتحدثون عن توقعات. وهذا الذي يجري من عمليات قتل وتهجير قسري وإبادة جماعية. تكشف أن العدوان على الهوية الفلسطينية. العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني أطفالا ونساء وشيوخا. هناك تدمير للبنية التحتية. تدمير للمشافي. تدمير للمدارس. وللبنوك وللمخابز. تدمير للمطاحن. قتل للأطفال. أكثر من ثمانية آلاف طفل. وأكثر من عشرين ألف شهيد بين نساء وأطفال. وأكثر من أربعين ألف جريح في غزة. هذا استهداف للشعب الفلسطيني. ومثل هذا الذي يجري في غزة. يجري بأيضا سيناريوهات مروعة في الضفة الغربية. من عمليات اقتحام وتدمير البنية التحتية. وقتل للأطفال. وهدم للبيوت. ومصادرة للأراضي. وتسليح للمستوطنين. كل هذا الذي يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يواجه الشعب الفلسطيني بثبات. وبوحدة. وحدة الدم. وبيقين بحتمية انتصار. الحق على الباطل. والدم على السيف. والوطن على الاحتلال. شكرا جزيلا لك إبراهيم ملح من ناطق باسم الحكومة الفلسطينية من رام الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب. الضغط على زر الإعجاب. وتفعيل جرس التنبيهات.